اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا جابت حمدي بخيط عنده حق حمدي بخيط ده 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 إنسان توافقتني هاي انت اي طب انا بقول لك اوه ده انا بساعدك يا بكتور ده نضرتك مثلا حمدي بخيط ده عارفهم ده رجل مختل عقليا ده بجد رجل الواصل لمرحلة من اقتلال العقلي والهزن النفسي لازم يتعالج ودخل ازاي؟ دخل مش عارف فناشر حد اتصل بيه قال له هو فين هو هذا؟ ده واحد من مؤسسين الخرافات عند السيطة ده 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 لواء في الجيش ده بيوزع أخر ده بيعمل بقى موبيل يا كويتش والحاجات دي يعني فهو رجل مختل عقليا وعارف المختل خلينا خليه بس نرجع عن الموضوع المهل لا ما هو بيقولك 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 ترشد يعني لكن ده لا يمنع ان انا زي بقى المعتز انا استضيف اي حد يعني انا افتح بابي لحد جاد يعني من الناحة التانية لا بس خلينا اضرب لك مثال خلينا اضرب لك مثال وأضرب لك مثال من قناة الجزيرة قناة الجزيرة بتجيب ناس مثلا بتجيب موضوع عن حرب اليمن عن المعارك اللي شغالة في اليمن المقصود كشف الدور السعودي الاماراتي والفشل والاخفاق اللي صار في موضوع اليمن فبيجيبوا محلل سياسي يخدم وجهة النظر هذه هم عاوزين واحد مقابل له مش لقين حد سعودي ولا حد اماراتي يطلع معهم فبيجيبوا مرتزقة لا ده بيجيب مرتزقة ده في كم من واحد مرتزق موجودين في اوروبا في واحد عندنا في بريطانيا في واحد في باريس في واحد مش عارفين يعني ليسوا سعوديين ولا اماراتيين عشان يلعب دور المؤيد للسعودية يعني تجيب واحد جزائري مثلا قاعد بدافع دفاع مستميت عن السعودية لانه بيأبض يعني انا اعتبر انه هذي سقطة من السقطات الاعلامية انا ما شفتاش هكذا جزيرة بس انت هكيش لا ده موجود هذه تحتاج برضو الى مصادر و الى توثيب انا ما شفتاش دكتور بس معرف ومعرفش حتى لا لا حتى في واحد انا مرة انتقدته على الفيسبوك قلتاني كيف هو رضية لنفسه ان يكون كذلك وزعل ومش عارف ايش الاخرية لا موجود هذا فهي ليست لغاء يعني لنفسها وانما لما تخدمه من غرض ضمن الاطار العام تب ما ده اللي قاله معتز ان انا مش تقيم من ناحية الثاني حد يطلع معا انا يعني انا مش مكبر ان انا اعمل المشهد ده يعني انا اصدق ايه تاني للتعريف والتوصيف انه مش باليفط انه مش المهنية ان انا لازم عشان يكون مهني يقعد قدامي دكتور عزام يمثل طرف وناصل هي مش قرآن هذه القواني الهدف الاعلى من المهنية هو المصدقية اعتقد ان ده الجزء اللي مخلينا عايشين لحد النهاردة بعد فضل الله عز وجل هو المحفظة على المصدقية انك ما تمررش خبر انت مش متأكد منه وعندما تخطئ في شيء ولو صغير جدا تعتزل وتوضحه وده وارد خطأ وارد يعني عشان هي المصدقية في تقديري قد اكون مخطئ اعلى من المهنية لكن في هذا التوقيت لانك ما تقدرش تعمل اعجب ان ارجع بس اعطعك انا اطعك انا اعطعك لا انا اعطعك ارجع لسؤالك انت ان انت كمان عندك يا دكتور قارة الرأي عندك تقريبا نسبة كبيرة منهم فلسوا ما عندهمش الـ update يعني يعني انت فيه ناس لو جبتها من 40 سنة هتلاقي كلامة وهو ما بيضولش الجهد خلص يحسنش وبالاضافة الى ضعف المصادر الموجودة برضو انت عندكش مصادر كتير فبالتالي بتتكرر بتشتري لعبة يا دكتور عزامن بلاي ستيشن بتشتريها ودفعت تمنها يفضل كل شهر يعمل لك update ولو عملتش الـ update وتيجي تلعب اللعبة بتلاقي مشكلة يعني بس خين اقولك ده فعلا فعلا بقى عندنا احنا بقى عندنا اقول زيك الناس تلاقي معتازة مثلا لوحده كتير محمد ناصر لوحده كتير مثلا شريف لوحده فيقولك وليه تطلق لوحده اليه تطلق لوحده مش تلاقيين حد يا جماعة يعني احنا قارة الرأي اللي عنده حاجة جديدة يضيفها في الكرسي ده مش كتير يعني وإلا بقى خلاص نبقى نثبت 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 دكتور سيف مثلا نثبت فلان خلاص بقى السابت ده عندي مش معقول عندك موضوع ضيوب في مشكلة يرجع بيحكي نفس الكلام يعني عايزة ارجع لموضوع المهاج هو ايه الاعلام اصلا دكتور هو ايه الاعلام اصلا يعني اذا كنا احنا بنقول ان احنا بنمارس اعلام هو ايه الاعلام الاعلام هو من ضمن العلوم الانسانية المنهج تعريف واحد يعني انت بتقدرش تحط تعريف واضح ومحدد او جامع مانع للاعلام بس ببساطة الاعلام بيعرفوه هو تزويد الجماهير بالمعلومات والحقائق الصادقة عن جوهر الاحداث ليه بهدف تكوين رأي عم مستمر هو ده الاعلام تمام بس المفروض ان انت تقوم بيه مش عايزين نختلف المهنية انا من وجهة نظري ان المهنية هي اقرب شيء يوصل المعلومة ويوصل الوعي للمشاهد او المتلق انت محتاج ان انت تقوم بدور المحلل السياسي محتاج ان انت تقوم بدور العالم بباطن الامور محتاج ان انت تخطب في هذا المتلقي انت محتاج ان انت توصله الحقيقة اللي انت قلته الحقيقة هو محتاج ان هو يعرف الحقيقة هو بيروح هناك يشوف احمد مصر وبيروح هناك يشوف مش عارف مين ومين 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 هو زهق منهم هو عايز ينتقل الى الطرف الاخر بس انا مختلف معك بس انا مختلف معك يا شتيف خالص بس انا مختلف معك يا شتيف خالص لا إحنا إحنا اتفقنا واختلافنا دي ها هو في موقف فرص شكرا شديم بره بيطهيدني فانا هتحده ده انا بو بص هو شيط بيطهيدنا كلنا بطول هتحدقوا علي ولا ايه ده بس مش ماينه هو قاعد أنا مش طالبت من حدا يقتل بعيه وتجمعي الطريب كان على واقف كان زماني أتزارت من بدل كاننا عدنا هناك بمنا خلينا في جزء بعيد عشان إيبان من كائي لما ياخد الأكزة بتاع الكاميرا بإنشت بطول ده مش كلا مش عادة شريف لا مش قصدي أنا قصدي أقوله يعني إضافة اللي أنت بتقوله ده تعريف ناشف يعني جاف لكن فيه كمان في الأولى الأخيرة بدأ المتفارجين يتعلقوا بموزيع معين صحيح يعني بدأ يبقى الموزيع ما يعرفش فيه إيه بس الناس متعلقة بيه دي ما هو مصدر الخبر بالنسبة لها وجوه وعندي أمثلة وإحنا عارفين موقفنا كلنا منه بس عمر قديم عمر قديم شئت أم أبيت يعني فهو له جمهوره ويطلع يتعلم يعني أنا أعرف عمر قديم من 85 يعني كان له شيء بلو براغ در من العتبة وليس حي خالص يعني كان لو قالك نكتة ممكن تضربه بمطة وتخلص منه بس هو تعلم على إيد ناسك وعيسة جداً هو عنده أصدقاء دايرا ووسع فعمري بدأت قصة تبقى إيه بقى أنا متعلق مش بالخبر الخبر عندي شريف وعند محمد ناصر وعند معتز بس أنا نفسي أشوف الدكتور عزام يقوله إزاي فبدأ المتفارج يتعلق بيه حد الحد ده معتز حد ده شريف حد ده دكتور عزام بس لأ بقيت أنا لأ أنا مستني شريف منصور حيولها إزاي أنا بيعجبني طريقة شريف منصور ما هذا الشق الانترتينمنت اللي في الإعلام وهو الإعلام مش بس معلومات لأنه لو هو معلومات بس حيبقى جاف خالص والمشاهد لن يتحمل وحيضغط على الريموت كنترول وحيتحول لمكان تاني فلابد من ألمنت فيها نوع من الانترتينمنت هل لو ظهر حمدي أنديل دلوقتي هيبقى له سوء فأي مجال؟ أظن هيبقى له أنا أعتقد لا أنا أظن طارب حد دكتور عزام طبعا حمدي أنديل يعني إعلام كبير يعني ومدرسة وده لا يقلب من الاحترام إليه كأستاذ كبير يعني بنامجه قلم رصاص كان من أهل وقابل كده رئيس تحرير وقابل كده رئيس تحرير لا بس أنا بقولك أن النموذج بتاع الأستاذ حمدي أنديل خلاص يعني تقعد دا الزمن يعني فكرة أنك توقف مش عارف إزاي وممكن هو مدرسة يدبع لها يوسري فقدة تقريبا يعني إلى حد ما يعني أصد أقول المدرسة دي خفت دقها شوي لا هو عشان كان أستاذ حمدي المدرسة دي مناسبة لهذا الفترة اللي هو استغلال جزء من الهامش لأقصى درجة يعني أنت تابع نظر وهمش محدود جدا وتحاولت اللعب باللفظ والفصلة والبتاع العالم تجاوزه كده يعني الموضوع دلوقتي بقى فيه استقطاب شديد جدا في العالم والحقيقة كل مدى ما بتتضح فما بقيتش تحتمل حتة إيه؟ إنك تولي دكتور عين عايزة أقول لدكتور عزامة تميمة عين ته الناس ما عندهاش قدرة لكده ما بقاش فيه حاجة لإن أكبر حاجة تفضحت فنبقاش فيه المربع يمكن ده قصد ناص بخصوص لا لا صحيح هو أصلا النمط ده بدأ مع الثورات على فكرة الهامش اللي كان متاح له بالآخر ضيط عليه نمط اللي هو الهامش بدأت تتعلق بالموسيق وتاخد منه هو ده اللي قاله معتزه ده صحيح اللي هو الأول كان فيه هامش كده وانت قاعد وده أجرأ حاجة يعني لأ وعلى كده ساعتها كنا بنحترم ده جدا من أستاذ حمدي لأن في هذا الوقت ابن كل واحد ابن زمانه في هذا الوقت كان أستاذ حمدي بيقدم حاجة مختلفة بيقول معلومة ما بتسمحاش عند حد تاني وعلى شان كده زي ما حداك تفضلت ضيقه عليه وفضل البرنامج ينتقل ينتقل وبعدين ما كناش عارفين ساعة الكفيل هو انتقل الإمارات إيه اللي هو ريح يا مصر شوية احنا نحتوي شوية كناش نعرف إحنا القصة ما أنا بقولك الواحد المدرك نحتوي إحنا شوية عشان لحد ما يعمل وبعدين نريح عشان نشرح لمعتاز اللي بيقوله عشان نشرح لمعتاز اللي بيقوله أنا لسه وباهم فكر في هذا الوقت اللي هو عادوا في دبي شوية عشان ما شدش عليه على فكرة بعد ما ترك دبي هو عرض انه يجي الحوار المعلومة يعني بقولها للمرة الأولى وطبعا كان شرف عظيم انه يجي الحوار وشيء مهم وكبير لكن طبعا الحوار إمكانياتها محدودة جدا فكان صعب طيب بمناسبة بقى المهانية اللي حدك بتكلم عليها حددك دريت أو سماء وصلك خبر ان الأستاذ يوسري فودة توقف ساب دويتشفيل صحيح؟ اه برغم انه برنامج ناجح لا هو مش برنامجه انا اكتشفت انه هو مش برنامجه ده برنامج القناة لان البرنامج استمر بنفس الاسم مع مزيع آخر قريبا أو هيستمر هو ترك هو سنتين هو نفسه ترك الأعلى هل البرنامج مستمر؟ البرنامج مستمر أيوه هو سنتين وفجأة قرار كده ان انا اخد أجازة وفي الأجازة دي شكر كل ناس معدين والفريق والإخراج والقناة والدويت كل كده دي مش واحد خارج أجازة ده واحد ماشي القناة نفسها قالت احنا بنحترم الأستاذ يوسري ومش عارفين قراره بنحترم قراره بنحترم قراره يبدو التعرض للضغوط تعال بقى انت تشوف ايه وده بقى اللي بيقول بقى المهنية أنا لا أظن إن حد يشكك إن يوسري فودا أو الأستاذ يوسري فودا لم يخرج عن المهنية على الإطلاق يعني بص على تحيات الصحفية عن القط في الدويتش فيلا بص على باترت في منتهى الروع يعني بص ربما يكون خرج عنها الجزء في أون تيفي بص هذا الرجل بيقول السيسي رئيس هذا الرجل مقلش غلطة على السيسي هو حلقة واحدة بس غيرت في السيسي لابما السيسي قال انها زعلان من الهاشتاج هو علق عليها بس في منتهى الأدب بعدها أخذ الأجازة السؤال بقى هل المهنية نفعت يوسري فودا؟ خلاص الهامش ده ده فكرة ايه؟ انه انت لازم زي بيقوله مهنية ومش فاليه لاب يوسري فودا مش انا مش محمد ناصر بس هو الوضع مختلف او الارضاء مختلف ده ميشتغل في الدويتش فيلا يستطيع السيسي ان هو يمارس ضغوط عليها شوف المهنية حاجة يعني يستطيع السيسي ان هو يمارس ضغوط عليها لابما لا يستطيع ان هو يمارس ضغوط عليها هو كان وجود يوسري أصلا في الأساس المشهد ده احتفاظه بالفترة دي هو الشيء اللي يحسب انه قبلوط على احتفاظه المشهد ده ولكن اعتقد ان ابن سلمان كمان ليه جزء في الضغوط ناصر لانه دخلته هو دخل على ابن سلمان ايا كان بس في ضغوط تام ايوه ملاح علاقة بالمهنية هو علاقة الارضاء مختلفة ادارة القناة ادارة المؤسسة الاعلامية هي اللي بتحدد السياسة يا دكتور نايز اقول له حضرتك لا نتشف عليك المهنية الفكرة اللي بيقولها معتزة معلش انه بص دولة هتخش عليك من حتة ما انت زعلت ابن سلمان اوكي او زعلت حفتر او زعلت حدي انت بعيد عن هذا الامر او احنا بغير عن هذا الامر انت تدخل ملاح علاقة بالمهنية في عوامل سياسية ليه عندي مين المهنية يعني هو ما تقولون عندي مين عشان نوم نشوف هدلوي لا لا المهنية لا هو في معايير معينة هي شبه توافق عليها يعني مثلا عندنا نحن في بريطانيا نلتزم بمعايير حاجة اسمها الأوفكم الأوفكم هي عبارة عن المنظمة الدولية والمؤسسة الدولية يعني هي اللي بتدي الرخص للبث التلفزيوني والاذاعي الاخري فهم عندهم مجموعة من المعايير انت تلتزم بها ودي الا اوقافة العربية او خرجت قناة العربية اه لو انت انتهكت المعايير هذه يمكن ان يهدد وجودك او الرخصة اللي انت حاملها ايه هي المعايير دي يا دكتور يعني مثلا من هذه المعايير دقة المعلومة ما يصيرش تضلي للجمهور يعني انا ممكن اشكو على محطة من المحطات انها جاءت بمعلومة كاذبة تضلي للجمهور هذا خلاف للمعايير منها انك تتهم دون او العنصرية اه العنصرية العنصرية بقى دي كارثة ليه بقى؟ لان العنصرية دي فيها اليهود والمرأة والمثليين مطاطة يعني والملونين يعني انت لو جبت سيرة اليهود ماشي اوكي ممكن تروح في دهي معادة السمية اه ولو جبت وتعاملت مع المرأة بشكل طبعا كلنا بنرفضه يعني بس انا بذلك ده مقبول لحد الوقت اليهود بالنسبة لي ده مقبول لكن المثليين لو جبت السيرة ممكن توقف طبعا لانها صاروا محميين الان بالقانون طيب لكن خلينا المعايير دي هل بتحكم المهنية في النهاية لا بس عشان ما ضيعش الذكر وفق القفكم الخطر مش في الانضباط بالمعايير الانضباط بالمعايير جيد الانضباط بالمعايير بيخليك متزن نوعا ما المشكلة لما يدخل العامل السياسي ويضيق عليك الهامش يعني حتى البي بي سي تتعرض للغوط طيب طيب يعني الان اه دول الخليج اللي في لها صفقات كبيرة جدا مع بريطانيا ومع غيرها من وسائل الهام وانا اظن انه ربما يعني انا ما عنديش معلومة دويتش فيلا ربما يكونوا تعرضوا لضغط من هذا القبيل ربما ومدية الهامش وفعلا نلوش علاقة بالمهنية هذا الكلام هو يضيق مصر الان لماذا اغلقت لسبب سياسي انا ما عرفوش والله سبب سياسي سبب سياسي يعني بصير في جو من الاجواء كانت تركيا تريد ان تفتح اه مع السعودية اه مع السعودية وكذا فقال لهم سكرون اياها فانت على فكرة يمكن ان تتغير الاوضاع في يوم ما وتجد انه كل القنوات اللي هين افلت افلت لانه اذا ضيق الهامش هذا له علاقة بالعامل السياسي بس ده التدخل السياسي ليس له علاقة بموضوع المهنية او موضوع صحيح فاحنا العامل السياسي لا نملك ان نفعل فيه كثير لكن علينا ان العامل المهني نلتزم المهنية اه علينا ان نستغل الوقت اللي احنا فيه ده كل هذه الايام في تعدير متواضع باقصى قدر لاعطاء الناس اكبر كمية معلومات صحيحة هذه فرصة تاريخية وجدنا فيها ولسه كنت بقول للناس دكتور عزام محمد الشريف من كام يوم ان احنا على ما يبدو في ظاهر حاجات كتيرة ومش تفاقل زيادة احنا بننتصر بكل يوم بنكسب ارض كبيرة جدا وهذه الثورة تنتصر بالوعي لان الهزيمة قبل الثورات بالوعي وثورة الهزيمة المؤقتة او التراجع المؤقت لثورة 25 يناير والثورات العربية بسبب الوعي ازدياد معركة الوعي احنا بفرصة ربنا رزقنا توقيت انك تقدر تمرر للناس اكبر كمية معلومات بس تكون حقيقية حقيقية ومعلومات صحيحة واعتقد ان احنا لو بنعمل عكس ده كنا نهرنا من فترة طويلة جدا لان كمية الضغوط اللي عليك ما سندكش غير قدرة ربنا اولا وثانيا ثم صدقك لانك لو مصادق مع كل الضغوط اللي بتحويت بيك بكل الاشكال وكل الطعنات كنت انتهيت لان الحاجة الوحيدة اللي فضاء للك عند الناس ما حدش يقدر ينكر ان ملايين بيقلبوا عليك من اعدائك عشان يسمع حاجة من اللي هو وهم قلوه في مقالات كتير جدا اتكتبت على فكرة في مقال من عشر ايام او من ثمان ايام كتب محمد سمير اللي هو كان متحدث العسكري العميد اللي هو كان في الجيش كتبوا في فيتو كتبوا في فيتو اسمه النموذج الافشل تعرف ايه قال ايه في النموذج الافشل لا لا موجود عن ايش بيحكي بيحكي عن الاعلام عن الناس اللي هم مشوهم من الاعلام هو كان متعاطف مع زمائي اللي خرجوه لا اضاف بعد كده قالك ايه ان الاعلام في بلدنا صفر كبير الاعلام في بلدنا صفر كبير بنفس المصطلح يعني انت بتقول ايه اعتراف منك بان الاعلام اللي انت عمل تصرف عليه من الهيارات وبقالك بتصرف عليه من الهيارات خمس ست سنين هو صفر كبير هو كان شريك فيه هو لم يدرك ذلك الا لما داسه على طرفه ده هو دلوقتي رئيس خناه دلوقتي ده هو نائب رئيس حزب الوافد وراح كان بقى نائب رئيس حزب الوافد والله كمان انت متعرش في الوافد كمية المصايب اكبر لما جاء قالك احنا هنعمل حزبين حزب معارضة دخل الحزب الوافد بعد اليوم الحزب الوافد بقى نائب رئيس حزب الوافد قالك الاعلام صفر كبير وفي مقالات كتير ياسر عبدالعزيز مثلا كتب مقال قبل كده يحذر من ان الناس بدأت الاعلام تركيا واعلام قطر بلاش كده ده عبدالدين حسين عبدالدين حسين كتب مقال قالك ايبقى قالك والمسيحيين كمان بقوا يتفرجوا على القناة دي المسيحيين كمان بقوا يتوجهوا لهذا كمية الرسائل من اهلنا المسيحيين اللي واضحة قدامهم الامور الجالية تكاد تكون اعلى مننا مش بينقشك هو قطع معك كل الشوت وفاهم اللعبة التي تلاعب عليها من القيادات الفزدة بس بيشوفك بيشوفك بقولك معاك عبدالدين حسين كتب كده يعني عدة مقالات يا دكتور بيتقال فيها ان الناس بدأت تتوجه للاعلام الموجود في تركيا ما شاء الله الله اكبر لكن انت عندك نقصة اموال كتيرة جدا عندك تحديات بقى رهيبة جدا عندك كفاءات تشتغل في المجالات بس هو هذا الابداع على فكرة انه انت بميزانيات متواضعة جدا بتعمل اعلام منافس لا بس دا مش مبرر بقى لا بس انت بهذا الفلوس تجيب منين دا بقى المفروض انت عندك انت خبطتين في الراس توجع يعني عندك خبطة في التمويل وخبطة في الكفاءات ودول خبطتين يوقعوا اي عمل ابداعي يعني لو انت جيت قلتلي انا معيش فلوس بس عايز اعمل فيلم بس ما عنديش ممثلين خلص الحكاية يبقى خد وقعد في البيت بقى انت عندك مغبوط في الفلوس في السماعك ممثلين انت تروح تقول للناس بس تجيت وقول له يقولك مايش فلوس الاعلام صناعة ثقيلة يا دكتور ناصل الوقت ما عندكش كفاءات بس ايش الحل انت انت معاك مبلغ محدد تشتغل بيه انت ما عندكش غيره ايش تسوي اه بس اعمل محتاج لو قدرت تجيب غيره كان تمام تشوف مصادر التمويل تحاول ايها تبحث عن مصادر التمويل للأسف التمويل يذهب حدرا فين با فين با ما تطلع ان الاسر دي فين ايه هو اللذي لطائلة ما جايز اينا بشتغل في طائل لطائل الاسر يا شريف يا شريف يا شريف ما جايز اينا بشتغل في طائل الاسر يبقى كتر خيرك والله يا دكتور يبقى هديتنا في عدة حلوة يبقى انت مفكر انه عندي بيربيترول لا ما هو اذا كان يوجه فيه ملطائلة من وراء يبقى فيه مشكلة في الادارة والتوجيه مشكلة الاسرياء العرب وفيه مشكلة في الاقناع اصلا الاقتناع بقيمة ما يقدم فيه كثير من الاسرياء العرب ياله هو الاسرياء العرب بقى بس اسمع محمد فيه كثير من الاسرياء العرب لنا فيه واحد مطلع عاملي خراج في الباغي والله العظيم راجل طيب جدا ويعني عظيم جدا وبيسألني وبيتحايل علي انه يتبرع للقناع با اي حاجة طب يلا هات ماديك هتغلطتي بقى انا غلطت الغلطة لأ قلتت بتعرف برا اللي الديني سواب وأرجوك وبتاعه مش عارف ايه طيب نعمل ايه طيب نعمل ايه طيب احنا عندنا مزانية ضيوف ممكن تشارك فيها قال لي ماشي يا سلام وهو ما شاء الله يعني بيزنس من كبير في اوروبا يعني بعت مبلغ المبلغ ده بقى له شهر متعلق في حتة يعني احنا يعني هو في الكوكب بس مش عارفين هو في حتة دلوقتي يعني بجد ولو مبلغ تفع جدا يعني متعلق فرقة من يعني لأ متعلق قصل الاسم بعتنا غلط وبعدين عاي صححنا الاسم وبعدين انت بنرجع تاني ومش عارف ايه وهو كل ما بيشوف الرسال بيشوف كل شهرين يعني يعني اذا فيه وقت معين الرسال كل شهر يعني وهو بيشوف الرسال بتاعتي واه والله انسيت الموضوع يعني ازدى اقولك ايه فيه مشكلة فعلا في الاسم العرب لا اقولك المشكلة فين المشكلة انك كثير من الاثرياء العرب اللي بيحبوا هذه القنوات ويحبوا هذا الاعلام ويؤيدوا ويشاهدوا يخافون ان يكون لهم ادنى علاقة به يخافوا ده الناس مرعوبة انه يكون لك علاقة بقناة مثل المكملين او الحوار او الشرق او وطن لانه ده تهمة بالنسبة له يؤثر على تجارته يؤثر على امواله طبعا طبعا مجرد رسائل الواكس دي مشكلة اللي من غير ظهر يعني يعني مثلا الاعلانات ده راجل انت عليك كم سنة دلوقتي سبعة وعشرين سبعة وعشرين سنة سجنة يعني انت عايز يبقى اجرام اكتر من كده يعني انت تتبرر بايه توصلك مع واحد عليه سبعة وعشرين سنة سجنة وانت ما انت هت خمسة وعشرين انا اواخد مؤبد يعني بس بردو اتبرر بايه انا اواخد مؤبد خمسة وعشرين سبعة وعشرين لا بس انا مجموط عضايا هو انا مؤبد هو مرة واحدة هو مرة واحدة ولسة في قضيتين تلاتة كمان يعني ما كانش ينفع يوم الخمسة تقضيمها تلات مجرمين فوق الخمسة وسبعين السنة تخيل حضرين خمسة وسبعين السنة انا اول مرة اقعد مع عناس محكومين سوابت اول مرة اقعد على السوابت بس بنعرف نلبس يعني شكليا ما يبنش عليه مرة واحدة يعني كده بنحاول نتدار يعني زمان لما كنت اشوف واحد محكوم علي بالسجن اقعدوا تفرج عليها انه ايليان دلوقتي انا دلوقتي انا محكوم عليها بالسجن دلوقتي يعني مش كده اه طفا اشتركوا في القناة قبل انه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة